او مش كل يعني البعض على حسب النتيجة الاهل كسبان اقفل يا باشا الاهل خسران افتح يا باشا على البحر وافتح الشباك على مصرعية هي بقى يتمشى كده والناس اكيد واخدى بلها من هذه الجزئية طيب انتقل الحديث عن مباراة بيرامدس انبارح ماتش الجيش النهاردة الفريق اجازة وراح بكرة وبعده تدريبات لمدة 48 ساعة والدخول في المؤسكر قبل مواجهة بيرامدس يوم الجمعة الساعة 9 مساء ده المعادة الجديد للمباراة الفترة اللي جاية بعد القرار اللي صدر من رئاسة الوزراء ووزارة الشباب ورياضة اخترت ربطة الاندية والتحاد الكرة وكل الجهات المعنية ان المباراة الفترة اللي جاية بدأ مكا بتلاقي بالساعة 47 هتبقى خمسة ونص والساعة 9 مساء فماتش الاهل بإذن الله مع بيرامدس هيكون يوم الجمعة الساعة 9 مساء انتسألنا على ماتش بيرامدس هو الماتش نسب الانتصار او الفوز او التعادل ممكن تكون في صالح مين هقولك جملة تختصر المشهد كله الضغوط كلها على بيرامدس مش على الاهل الضغوط كلها على بيرامدس مين عايز يكسب الماتش بنسبة تتفوق على الفريق الاخر هو بيرامدس مش الاهل لو الاهل في المباراة دي خرق تعادل ايجابي او كسب الاهل هو اللي كسبان مش خسران ليه؟ هو طبيعي لو كسبان الماتش كسبان كتير لكن لو انتهت تعادل الاهل اللي كسبان مش خسران ليه؟ لأن بيرامدز عنده فارق نقطة لصالح الأهل يعني الأهل إذا كسب الأربع مبارات الموجلة هيتفوق على بيرامدز بنقطة وبالتالي بيرامدز عارف أن مباراته مع الأهل هي اللي ممكن تخليه يتخطى الأهل دون النظر لباقي مباريات الأهل في مشوار الدوري يعني بيرامدز عايز يكسب الأهل ليه؟ وهو اللي محتاج المكسب أكتر ليه؟ وهو اللي عليه الضغطة أكتر ليه؟ لأنه عارف لو مكسبش الأهل هيفضل مستنى تعثر للأهل في أي مباراة والأهل لو لم يتعثر بإذن الله هيبقى الدوري في طريقه للجزيرة لكن بيرامدز عايز يكسب عشان ما ينتظرش مباراة الأهل لأنه عارف أنه عنده أزمة في المباراة اللي جاية ده غير أن بيرامدز عنده مشكلة جاية في الفترة اللي جاية في عدد من المباراة هتكلم عليه دلوقتي لما ننتقل الحديث عن مصابقات الأندية الإفريقية وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم المشكلة مش عند الأهل الضغط مش عند الأهل الضغط عند بيرامدز هو اللي عايز يرتفع برصيد النقاط لأن الأهل في آخر 12-13 لقاء كسب كل المباراة وده ما كانش حد بيتخيله والكل كان بتوقع أن بيرامدز لعم مطشات كتير عشان يضغط الأهل فيحصل نفس السيناريو اللي حصل من سنتين لما الزمالة كسب الدوري ولكن الحمد لله الأهل خلص مطش إفريقيا مع الترجي كسب البطولة ودخل راح كسب كل المباراة الفترة الأخيرة باللا 4-3 وباللا 2 عشان الأهل يوصل ل57 نقطة أقوى خط هجوم 54 هدف متفوق على بيرامدز بفارق خمس أهداف رغم أن بيرامدز لعب 27 مباراة الأهل لعب 23 مباراة طبعاً آخر المباراة اللي كانت بين الفرقتين الأهل يكسب بيرامدز في نهاية الكاس الأهل يكسب بيرامدز في لقاء السوبر فالضغوط كلها عند بيرامدز الأزمة في حصد النقاط عند بيرامدز مش عند الأهل فلازم الناس تاخد بالها من التفاصيل دي ممكن إعلام يصدر لك مشاكل كتير جوى الأهل الأهل يجب يكسب بيرامدز لا 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 على الوراء وتبقى لترتيب المباراة وتبقى للحزبة اللي احنا شايفينها اللي محتاج الثلاث نقاط يوم الجمعة بيرامدز تعادوا الإيجابي مش في مصلحته لأنه هيفضل منتظر وبيتفرج على مباراة الأهل لكن لو لا قدر الله كسب خلاص انت بتتكلم في ايه ده عدة اللي اللي بقى يلعب مواجلاته ما لعبش مواجلاته مش هتفرق معاه وهي في النهاية هي فرصة لو الفرصة ضعت من بيرامدز خلاص شكراً فالضغط على بيرامدز هل الإعلام هيعمل كده ويناقش الموضوع فنياً بالشكل ده هنشوف في التمانية واربعين ساعة اللي جاي ولكن كل القصة عند فريق بيرامدز والأهلي أكيد